أعاني من الكورونا أم من الإنفلوانزا؟ كثير من الناس ألا نفسه هذا السؤال مع دخول فصل الشتاء والتعرض لنزلات البرد فكيف نستطيع التمييز بين الكورونا والإنفلوانزا العادية؟ ومتى يجب أن نستشعر الخطر؟ يقول خبراء في الصحة إن هناك عدة فروق بين فيروس كورونا والإنفلوانزا أهمها فقدان حاسة الشم أو التذوق رغم عدم انسداد الأنف ويعد من أهم أعراض كورونا ومن المتوقع أن يتم تصنيفه كعرض خاص بالفيروس الأعراض الأولية فإذا شعر المريض بارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم أو سعال مفاجئ فهو مريض بنسبة 80% بالإنفلوانزا وليس بفيروس كورونا على عكس الاعتقاد السائد الحمى التي تتسبب بها الإنفلوانزا غالبا ما تصل لدرجات حرارة أكثر ارتفاعا من تلك التي يعاني منها مريض كورونا وقد تجعله طريح الفراش بعكس حمى كورونا التي تبدو أكثر اعتدالا مدة الإصابة ابتداء من ظهور الأعراض فخير دليل على التمييز بين الإصابة بكوفيد 19 من عدمها هو مراقبة مدة ظهور الأعراض فإذا تجاوزت 6 أيام تزيد احتمالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما يعرف علميا بفترة حضانة الفيروس أما الإنفلوانزا فمتوسط فترة حضانته ثلاثة أيام فقط وفق تقارير منظمة الصحة العالمية صعوبة التنفس وتعد عاملا مميزا للإصابة بكورونا خاصة إذا كان المريض لا يعاني أصلا من أمراض صدرية أو مشاكل في الجهاز التنفسي واشتكى من صعوبة في التنفس ترجمة نانسي قنقر